واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني الكرام الوقوف مع آيات الله سبحانه وتعالى وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى هو من أجل الأعمال ومن أعظم الأعمال عندما نتأمل في كلام الله وعندما نستقي من آيات الله سبحانه وتعالى الحكم والعبر ونعمل بها في حياتنا فإن العمل بكتاب الله هو صلاح لأحوالنا وصلاح لحياتنا وشؤوننا وكل مجريات حياتنا فإن القرآن هو منهجنا وهو دستورنا في كل زمان وفي كل مكان وعندما نترك العمل بكتاب الله فإننا سنذل في جميع حياتنا وسنعيش المهانة وسنعيش المهانة عندما نبتعد عن كلام ربنا تعالوا بنا نقف مع صورة قصيرة قال عنها الإمام الشافعي إنها تعدل ثلثي القرآن وكثير منكم يعلمها لكن لا بد أن نذكر أنفسنا والله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وليس هناك منبر نتعلم منه ونستفيد منه وتصلح شؤوننا إلا منبر خطبة الجمعة فأنتم ترون الإعلام وترون الشوارع وترون المواقع وترون المناهج فإنها لا تعلم شيئا الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الصورة التي سنتدبرها تدبرا يسيرا والعصر الله سبحانه وتعالى يقسم بالزمن ويقسم ويقسم بالدهر فتعالوا بنا نتأمل معنى الزمان ومعنى العمر الذي هو رأس مالنا فإذا استثمرناه في خير وجدنا الخير في الدنيا والآخرة وإذا استثمرناه بالشر والمعاصي والذنوب والغفلة فلا نلوم إلا أنفسنا كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم فمن عمل خيرا فليحمد من وجد خيرا فليحمد الله فإن الخير الذي يأتيك من الله والفضل الذي يأتيك من الله والتوفيق الذي تحصل عليه من الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس ومنها شبابك قبل هرمك وذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات تتلخص بالعمر الذي نعيشه ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر فكل إنسان خاسر وهالك ثم استثنى الله سبحانه وتعالى صفات أو استثنى الله سبحانه وتعالى أناسا إذا كانت عندهم هذه الصفات الأربع فهم فائزون وهم رابحون وهم المفلحون وهم السعداء في الدنيا والآخرة إلا الذين آمنوا لكي يعلم المرء أنه لم يخلق في هذه الدنيا عبثا والله سبحانه وتعالى قال أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله فتعالى الله الملك الحق فنحن لم نخلق في هذه الدنيا عبثا بل لنا رسالة ولنا غاية وخلقنا من أجل عبادة الله ومن أجل استعمار الأرض ومن أجل الاستخلاف في الأرض ونشر الخير والدين والصلاح في كل مكان إلا الذين آمنوا فأول صفة لهم هو صفة الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فمن فعل الخير وهو لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسول الله فإن هذا الخير لا ينفعه إلا بالدنيا لا ينفعه إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وإقترنوا إيمانهم بالعمل الصالح فإن الإيمان لوحده لا يكفي وإذا كان الإيمان تاما وصعد المؤمن في درجات الإيمان صعد في درجات الإيمان فإن إيمانه سيدفعه للأعمال الصالحة إلى إقامة الصلاة والصيام وأداء الحج وأداء الفرائض وتقوى الله سبحانه وتعالى وأن يأتي ما أمره الله وأن يجتنب ما نهه الله سبحانه وتعالى عنه والله سبحانه وتعالى يقول وتلكم الجنة أورثتموها بما أورثتم هذه الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون فأنت تعمل في هذه الدنيا لكي تجني الثمار يوم القيامة عندما تقف بين يدي الله فتأخذ كتابك بيمينك نصر الله أن يجعلنا من أهل اليمين ثم تدخل الجنة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الحمد لله على توفيقه وإحسانه الحمد لله في الصراء والضراء إن أعطانا نشكر وإن ابتلانا نصبر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصفة الثالثة لصفات المفلحين والسعداء في الدنيا والآخرة التواصي بالحق وذكر قتادا والحسن البصري أن التواصي بالحق هو التواصي بكتاب الله سبحانه وتعالى والعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أشرناه في أول الأمر أننا ينبغي أن نعمل بكتاب الله في جميع حياتنا فإننا نجد حلولاً لمشاكلنا وتوجيهاً لنا في حياتنا وأوامراً ونواهياً في القرآن الكريم ونجد أبواباً للخير في القرآن الكريم ونجد تحذيراً من الشر في القرآن الكريم ونجد قصص الأنبياء وسبيل المؤمنين والصالحين والمصلحين والدعاة في القرآن الكريم ونجد سبيل المجرمين والمنافقين وأعداء الدين في القرآن الكريم فعندما نترك العمل بكتاب الله وعندما نترك العمل بحدود القرآن ونترك قراءة حروف القرآن والعمل به فإن الذلة ستأتينا فلابد أن نعمل بكتاب الله وأن نتواصى أيضاً أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحث بعضنا ونعظ بعضنا بالقرآن الكريم وإذا أتت آيات القرآن الكريم فإنها ستوقفنا وينبغي أن نكون وقافين عند كتاب الله سبحانه وتعالى والصفة الأخيرة وتواصوا بالصبر فالمؤمنون يد واحدة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وخيرية هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فمن أعظم التواصي بالصبر أن نأمر بعضنا بالمعروف ولا ننزعج وأن ننهى بعضنا عن المنكر ولا ننزعج فإذا أمرنا شخص بالمعروف وإذا نصحنا فلنسمع منه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأمة المسلمين وعامتهم والحديث رواه مسلم وأيضا نتواصى من أجل أن نصبر عن المعاصي وأن نترك المعاصي وأيضا أن نتواصى بالصبر على الأقدار والآلام والأحزان والبلايا التي نعيشها في هذه الدنيا فنسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين ومن العاملين ومن الذين يتواصون بالحق ويعملون بكتاب الله وأيضا من الصابرين والذين يوصون بعضهم بالصبر